في انتهاك سافر لشهر رمضان واصل المستوطنون ولليوم الثالث على التوالي اقتحام الأقصى بحماية شرطة الاحتلال وقواته الخاصة فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الشبان وحراس الأقصى الذين حاولوا منع المتطرفين اليهود من استباحة الأقصى والاعتداء عليه وبخاصة في الشهر الفضيل تتحدث عن القدس الكبرى وتتحدث بأن كل ما لديها في هذه المدينة يعود لها لوحدها دون المسيحيين والمسلمين وهذه الاقتحامات تستمر يوميا منذ الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الحادي عشر والنصف صباحا وأنا أرى بأن هذه الاقتحامات متزايدة شهر الفائد تم اقتحام المسجد الأقصى لأكثر من ألفين مستوطن وهذه الأيام ازدادت الاقتحامات هذا مع العلم صابكا لم يكن وخاصة في شهر رمضان الفضيل اقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى ترافقت مع اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الأحياء المجاورة للأقصى وممتلكاتهم وتزامنت مع حملة ضريبية وأخرى نفذتها ما تسمى بتواقم المراقبة على البناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس والتي قامت بتصوير عدد من الأبنية تمهيدا لهدمها بحجة عدم الترخيص استبقى كل ذلك عقد الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية ولأول مرة منذ احتلالها المدينة تحت حائط البراق غرب الأقصى أرادوا من خلال تثبيت أنهم أصحاب السيادة في ذكرى الخمسين على احتلال المدينة أو هم بسموها على توحيد المدينة وبالتالي تحدثوا عن القطار الخفيف عن التعليم تحدثوا عن برامج تسمين الاستيطان وإعلان عن قامة كنس جديدة لكن في النهاية هذا الشعب ثابت صامد ونحن علينا أن ندعم ونوفر احتياجات صمود الناس في مدينة القدس إلى ذلك دعت الهيئات الوطنية والدينية إلى تكثيف شد الرحال للأقصى والتواجد فيه بشكل دائم لإحباط المخططات الإسرائيلية لتهويده كما جدد الجانب الفلسطيني دعوته للعالمين العربي والإسلامي لاتخاذ إجراءات جدية وفعلية لإنقاذ الأقصى ببالغ الخطورة ينظر الجانب الفلسطيني إلى تصعيد الاقتحامات للأقصى في شهر رمضان اقتحامات يواصلها المتطرفون اليهود بحماية من سلطات الاحتلال التي تهدف إلى فرض أمر واقع وتحقيق محطتها في السيطرة على الأقصى وتهويده سحر بنير الإخبارية القدس المحتلة